اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل ما نروح لا نستقبل أولى ضيوفنا لليوم كالعادي خلونا نكون بذاكرة الأيام وأهم التواريخ اللي تسجلت بتاريخ هذا اليوم اليوم 22 حزيران كتير من الأحداث تسجلت بتاريخ هذا اليوم قراءة سريعة لذاكرة الأيام مثل اليوم من عام 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 مليون جندي من قوات المحور وبعام 1986 لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا يحرز هدف باليد في مرمى إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم بالمكسيك ومثل اليوم من عام 2018 افتتاح الدورة الثامنة عشر من ألعاب البحر الأبيض المتوسط ومن الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1940 عباس كيارستوي مخرج سينمائي إيراني ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1990 إيليا فرانك عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1958 وأكيد مشاهدينا من روز نامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرتها التعلم ومجموعة من المعلومات الغريبة والمنواع اللي هم تكون موجودة دايما ضمن صباحنا خلونا نتعرف عليها سوا ومنرجع هل تعلم أنه لا يمكن تذوق الطعام دون وجود لعاب؟ وهل تعلم أن الأكسوجين السائل يظهر بلون أزرق؟ وهل تعلم أن قشور الأسماك تدخل في تركيب أحمر الشفاة؟ وهل تعلم أيضا أن الليمون يحتوي على كمية من السكر أكبر مما تحتوي عليه فتلة مماثلة من الفراولة؟ وأخيرا هل تعلم أن الصوت ينتقل في الماء بسرعة تفوق سرعته في الهواء بـ 3 إلى 4 مرات بينما لا يمكنه أن ينتقل في الفراغ وبأول تقاريرنا لليوم حروح لليوم العالمي العاشر لليوغا من أجل السلام الكوني احتضنت قلعة الحصن فعالية رياضية لممارسة رياضة اليوغا والتي نظمها اتحاد الرياضة للجميع والمركز السوري لليوغا والتأمل بالتعاون مع السفارة الهندية في دماشق تفاصيل أكثر ضمن التقرير التالي بمناسبة اليوم العالمي العاشر لليوغا من أجل السلام الكوني احتضنت قلعة الحصن الأثرية فعالية رياضية لممارسة رياضة اليوغا والتي نظمها اتحاد الرياضة للجميع والمركز السوري لليوغا والتأمل بالتعاون مع السفارة الهندية في دماشق السنة العاشرة اللي عم احتفل فيها بالمنطقة الوسطى لأنه نحن نعمل أكثر من مهرجان يعني نبارح كنا نعمل بقلعة جبلة خاص بالمتدربين اللي موجودين بالساحل اللادئية وجبلة وترطوس هلأ بالمنطقة الوسطى بقلعة الحصن طبعا نحن وصلنا لأكثر من 76 مركز تطوعي مجاني وهذا السبب اللي عم تشوفي أنه الأعداد كل ما عم تزداد لأنه هي رياضة هذا وقت الحالي المناسب للأمراض مثل الاكتئاب والتوتر والقلق نرجعني أنه سوريا هي خاصرة التاريف سوريا هي بولادة بابنائها مهما صار فنحن دائما معيارنا السلام والمحبة لأنه بالمحبة تبنى الأوطن نحن طبعا نفع عليه المهرجان العالمي لليوغا تحت عنوان التلام الكوني نحن هيتين احتفلنا بهذا المكان لرمزيته لخصوصيته ودعما للقلعة والتراث الموجود طبعا تضمنت الفعالية التي حظيت بمشاركة أكثر من 200 شخص من مختلف الأعمار تمارين متنوعة من رياضة اليوغا إضافة إلى رقصات رياضية قدمها عدد من الأطفال واليافعين والسيدات من مختلف المراكز المنتشرة في عدة محافظات الأطفال يعني هني بصراحة هني هدف المركز لأنه هني بزري حقيقية يعني هكي خام بتحاولي أني قدر المستطاع أني كتوجهيها نحو الطاقة الإيجابية الفعل الإيجابي والحركات اليوغا يعني هي بتزيد شوي من القدرة على التركيز الوعي للطفال مع الأطفال بالمدارس وخصوصا أماكن المنكوبة كانت نخلق جو حلو ونفسية إيجابية ونعطيهم مفهوم اليوغا بكل ما عملته الفرح وطالعهم من الأزمة اللي كانت فيها بلشت ضرب اليوغا من مكان عمري أربع سنين وعلمتني اليوغا أني أسترخي وكون هادئ تهدف هذه الاحتفالية لدعم اليوغا ونشرها على نطاق واسع حيث تحمل الراحة الجسدية والنفسية وتستخدم في الجانب العلاجي أيضا شيرين العلي الإخبارية السورية من قلعة الحصن الأثرية بريف حمص الغربي صباح الخير لكم مشاهدين عن جديد لكن هذا انضم لصباحنا وشاركنا فيه مع موضوع طبي وصحي كتير مهم واليوم يعد الحصول على وسائل تنظيم الأسرة حق من حقوق الإنسان كما يعد تنظيم الأسرة أمرا أساسيا وهما لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وهو عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي اليوم رشاة دي بتلاقي كثير من الصبايا وشباب المقبلين على الزواج يمكن في عندهم نقص بالمعلومات عن أجسامهم ومسؤوليتهم بعد الزواج وممكن ما في عندهم ثقافة بالصحة الإنجابية أكيد هايتي اليوم كلنا بحاجة للتتقيف والتوعية بموضوع تنظيم الأسرة اليوم نحنا عم نحكي عن نقطة جدا مهمة بحياتنا اليوم رح نضوي عليها أهميتها وشو أثار الإيجابية على المجتمع وعلى الفرد وأيضا على صحة المرأة معلومات جدا مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا على اليوم وهي الدكتورة سارة جنيات ماجستير بالأمراض النسائية واجراتي هاي ساعة صباح الدكتورة صباح الخير أهلا وسهلا فيكي صباح الخير دكتورة أشي مبروكي الماستر الله يبارك دعم مبروكي دكتورة خلينا نتعرف من حضرتك اليوم عن تنظيم الأسرة كمفهوم وأيضا عن الصحة الإنجابية كمفهوم شو بتخبرينا أكتر عنه لا تنظيم الأسرة هي عبارة عن مجموعة من الطرق والأساليب يلي بيتبع الأفراد منشغل يتحكموا بعدد الأولاد وتوقيت ولادتهم ويبعدوا بين الولادات وليس هي كما أنه مفهوم خاطئ أنه بتحديد النسل تحديد ولادات هي ما لتحديد النسل هي أنه نتحكم بعدد الأفراد وتوقيت ولاداتهم ونبعد بيناتهم أما الصحة الإنجابية هي مفهومة أنه القدرة على الإنجاب بطريقة صحيحة وآمنة وتوفير الرعاية الصحية لقبل الحمل وأثناء وبعد الحمل طيب دكتورة اليوم هذا التنظيم عم بيكون له أثار إيجابية جدا مهمة على الفرد على المجتمع وحتى على صحة النساء بشكل عام يعني عم بيقلل حجم الوفيات عم بيقلل عدد الإجهاضات اللي ممكن تتعرض لإلها المرأة خلينا اليوم نتوسع أكتر يعني بهذه النقطة يعني هلأ التنظيم الأسرة له أهمية كبيرة بتحسين جودة حياة الأسرة وكمان بالإضافة لذلك أنه بيقلل من المخاطر المحتملة الناتجة عن الحمول المتكررة وكمان أنه بيوفر للطفل صحة يعني أنه بيوفر رعايته اللازمة يعني بعد الولادة وكمان فيه نحن عمنا فوائد صحية مثل ما حكيته أنه بيقلل من حالات الإجهاض بيقلل من المخاطر المحتملة بسبب الحمول المتكررة وكمان أنه بيقلل من وفيات الأمهات حول الولادة تمام خلينا نعرف من حضرتك دكتورة شو هي أساليب تنظيم الأسرة وكيف ممكن اليوم نحن نعرف نختار الطريقة الصحيحة والطريقة المناسبة الأفضل لكل الأسرة شو هي المعايير اللازم يتبقوها؟ تمام هلأ نحن ممكن أنه نصنف نحن وسائل تنظيم الأسرة لأربع مجموعات يعني حسب أنه ديمومت الحالي يعني مثلا أنه إذا كان بدنا نحن ننظم الأسرة لفترة مؤقتة ممكن أنه نحن نستعمل واقيات الزكريية أو الأنسوية إذا كان بدنا لفترة أطول ممكن أنه استعمل حبوب منع الحمل الهرمونية هلأ هاي بحاجة لالتزام أكبر من قبل الزوجة يعني أنه بدأت تذكر أن يوميا لازم تاخد هي حبة منشان تكون هاي الوسيلة فعالة بشكل أكبر هلأ وفي عنا نحن كمان وسائل تاني مثل الغرصات أو الزرعات اللي بتنحط تحت الجلد هاي ممكن أنه تدوم فترة فعاليتها لمنع الحمل ممكن لسنوات وكذلك اللوالب يلي بتنحط داخل الرحم ممكن تكون نحاسية ممكن هاي ضل أنه فعالي لأبط عشر سنين الهرموني ممكن لخمس سنين وكمان في عنا المجموعة الثالثة هي المجموعة منع الحمل الطبيعية اللي هي بالرضاعة هي يعني فيزيولوجيا الجسم أنه يصير في عنا منع حمل خاصة إذا كانت المرضع عمر البيبي أقل من ستة شهور وممكن أنه بطريقة العزل يعني أنه يصير الجماعة فقط بفترة يصير أنه يتبعد عن الجماعة بفترة الإباضة وحولها هلا أو فيه كمان عنا نحنا المجموعة الرابعة هي أنه ممكن أنه اللي أستر تقول لك أنه نحنا ما بقعدنا أولاد أنه اكتفعنا أو ما عندهم قدرة أنه مثلا يجيبوا أولاد فإنه هنا بممكن أو فيه إلى شروط كمان أنه مثلا فوق الأربعين جابت عدد أولاد معين فهون ممكن تلجأ لحالات المنع الحمل بشكل دائم يلي بنسميه نحنا التعقيم الزكرة والأنسوية ربط البوقين أو الحبل منهم هلا فيه كمان نحنا نختار وسيلة الحمل نحنا يعني نساعد تكون باستشارة الطبيب أكيد لأنه فيه كتير عوامل نحنا ناخد بعين الاعتبار يعني حالة العامة الصحية للزوجين التاريخ المرضى إلن يعني فيه معنا نحنا موانع حمل يمكن استعمالها أو هي مضاد استطباب بحالات الضغط السكر بحالات إذا عندها مشاكل بالكبد أو شي فنحنا ممكن نتوجه لخيار بوسيلة تنظيم الأسرة بشكل آخر ممكن كمان سهولة الاستخدام يعني ممكن السيدة تقول لك أنا أنه بنسى يعني أنا بأخذت الحب اليوم ممكن أن أنساها يعني فنحنا وقت ما فيكون في التزام يومي بأخذ حبوب مانع الحمل بتقل فعاليتها فنحنا هون ممكن أنه نعطي خيار أنه تحط لولب منحط اللياه وبتنسى يعني فهو ممكن أنه يساعد في نساء مثلا وسيلة تنظيم الأسرة بالإضافة أنه بصير عندها حماية يعني بدي تطلب أنه هي بدي تحمل الأمراض المنقولة جنسياً فنحنا هون نحنا نعطي خيار الواقيات وكمان نحنا فيه شغلات عوامل تاني يعني مدى توافر وسيلة تنظيم الأسرة يعني أنه إذا كان شو متوافر نحنا نقدم له معلومات أنه شو هي الوسيلة اللي متوافرة عنا بسوريا وكمان التكلفي يعني كمان الأهل لازم يكونوا بعين الاعتبار أنه شو هي التكلفي وكمان من العوامل اللي نحنا بناخده بعين الاعتبار الخطط المستقبلية للحمل يعني مثلاً السيدي أنه بتقلك أنه أنا ماني مؤهلي أنه أنا هلأ أجيب بابي يعني بدأت أخر فترة معينة فنحنا بنعطيها وسيلة أنه قابلة للعكس يعني مو من قابلة للعكس وممكن أنه السيدي تقلك أنه أنا بدأ أحبل فوراً فنحنا منساعدة بالتخطيط للحمل ويعني خيارات كثيرة يوم خيارات كثيرة فهي العوامل يلي نحنا خيارات متاحة ونحنا حسب الحالي نحن نوجهها للشريفين طيب اليوم هذول الخيارات عم يكون لهم تأثير جداً إيجابي مثل ما أنه على صحة المرأة ولكن أيضاً لهم إسقاط على الحالة الصحية للأسرة يعني اليوم في رعاية بيكون أكبر للأطفال لعددهم أقل خلينا نحكي بهذه النقطة بالنسبة للفوائد الصحية لتنظيم الأسرة مثل ما حكيت أنه هي بتقلل من وفيات حول الولادي بتقلل من حالات الحمل الغير مرغوب وحالات الأجهاد وحالات الحمل المفاجئ ممكن أنه تقلل من المخاطر اللي بتكون بسبب الحمول المتكررة يعني بيزيد عندها ارتفاع ضغط بيزيد عند البيبي انخفاض وزن حول الولادي كل هذا بسبب الحمول المتكررة وكمان للبيبي ممكن أنه يتأثر كمان بتخفف الوفيات حول الولادي بالنسبة للأطفال وكمان من أمن للأطفال صحة أفضل رعال صحية أكثر كامل أفضل بياخد حقه يعني صحيح لأن عدد أطفال كتير كبير بالبيت يعني هنن مو مسؤولية الأب والأم ولكن بتمنوا اليوم الأهالي قدموا كل شيء بيمتلكوا أطفالهم ولكن اليوم إجهد موضوع تنظيم الأسرة لإعطاء هذا الطفل حقه بالنهاية طبعاً وبالنهاية كمان الأم لما عم يكون في عدد الولادات الولادات عم تكون قريبة من بعضها فهي جسمة مالو مؤهل يعني مثل ما الحمل هو بياخد من رصيد الأم صحيح فهي لازم لترجع تحمل مرة تانية لازم تكون جسمة جيد نفسياً وصحيح دكتورة اليوم منشوف في كتير من الدورات التديبية اللي بتكون عن التثقيف والتوعية بموضوع الصحة الإنجابية خلينا نوضح أهمية حضور هذه الدورات اليوم قد بتعديث ثقافي أكتر لكل شب أو صبية مقبلين على الزواج الحمد لله أنه في تثقيف صحي مقدم من خلال الحمالات التوعية اللي عم تقوم فيها المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة للمنظمات الدولية للهلال الأحمر مثلاً جمعيات الوطنية جمعية تنظيم الأسرة والآخر وكلها أنه هاي الجمعيات بتقدم معلومات للشركين أو الشاب والشاب بيقبل الزواج وبتقدم لنا الدعم اللازم ليقدروا ينظموا الأسرة طيب اليوم عم نحكي أيضاً عن ناحية اقتصادية جداً مهمة يعني ضوينا عليها سريعاً بالجواب السؤال قبله أنه اليوم بيعطي كل طفل حق ولكن اقتصادياً عم بيكون تأثيره مو بس على الأسرة على الطفل على الأسرة وعلى المجتمع أدي اليوم مهم تنظيم الأسرة من الناحية الاقتصادية أيضاً هلا أكيد أنه تنظيم الأسرة هو رح يحسن من الوضع الاقتصادي مثل رح يقلل من حالات الفئر ومن حالات سوء التغذي يعني مثلاً نرغي في اللي منقدمه لشخصين مو لطفلين مو مثل لعشرة فرح يقلل من حالات سوء التغذي يلي عم تصير وكمان عم يكون أنه يعني هي مسؤولية الزوجين مسؤولية الزوجين أنه تنظيم الأسرة لأنه هنه مسؤولين عن تربيط أطفالهم وحمايتهم وتوفير إلهم الفرص التعليمية ليعلموهم بشكل جيد تمام خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة عن أهمية الفحوصات الطبية والتشييك دائماً على صحة الشبوة الصبية قبل الإقبال على الزواج أدي مهم هي الخطوة لازم ننتبه إلى أكتر أكيد يعني أنه هلا نحنا الناس كتير بيفكروا أنه هو إجراء روتيني بس هو إجراء كتير مهم جداً يعني أنه إجراء الفحوصات قبل الزواج اللي كشف عن الأمراض الوراثية ممكن فقر الدم نشوف نوع الخضاب الهيموغلبين إذا في خلفه أنه مرض وراسي معين نشوف الزمر الزوج والشاب والشابي قبل الزواج هو كتير مهم جداً يعني نحنا هيك يعني أنا بفضل أنه يكون مثلاً قبل ثلاثة شهور من شان نحنا نكسب وقت أكتر إذا في شيء ممكن نقدر نعمله يعني مو أنه ننطر المشكلة تصير وبعدين ندور على العلاج فهو كتير من المهم أنه نحنا هي مو بس إجراء برواتيني هي شيء هام جداً أنه نحنا نعمل هذه التحاليل يعني اليوم بيقلك أنه أنا ما ما توافقت مع الصبية بالتحاليل فما بصير نزواج شو هو هلأ يعني ممكن إذا حالات مثلاً إذا الزواج الأقارب مثلاً بيحولوهم لأخصائي وراسي إذا ممكن إنه إذا كانت في عندهم أمراض وراسية يعني أكيد رح يجلوا أولاد عندهم هاي الأمراض إلتهابات الكبد بيو سي كمان يعني أنه هاي بتمنع من الزواج الأيدز من أرحالات نقص المناعة هاي كلها بتأثر طبع إذا أنا اليوم بتي أشرح عن أهمية الصحة الإنجابية أنا لازم حسراً تكون صبية يعني فوراً عند زواج ولا لا أنا ممكن بأعمار أصغر أنا أشرح عن هذا الموضوع كرمال لما تكبر ويكون في زواج هي بيكون عندها ثقافة كافية يعني منسمع دائماً أنه لازم يكون يمكن بيعمر لسه تمان أقل شو برأيك دكتوري؟ لا طبعاً أنه نحنا لازم بس إنه الشابي دخلت بسن الشاب والشابي دخلوا بسن النشاط التناسل لازم نحنا دائماً نوعيون يعني بالصحة الإنجابية ومنشان إنه إذا كان في عندهم مشاكل يقدروا يحلوها يمكن هاي التواعية بتكون أفضل بمسلاً أرجاء نشاطات كورسات ندوات تثقيفية صحية للشباب والصبايا خلينا نرجع بس لنقطة ذكرتها حضرتك دكتور وهي حبوب منع الحمل الحبوب الهرمونية اللي يعني اسمها فوبيا بجوز لصبايا كتير أنه أنا لا ما حأخذها أنا آلة ستي وآلة أمي هدول القصص اللي شائعة بين الناس اليوم هل في تخوف على الصبي أنه ممكن يتأخر الحمل عندها أو تصل لمرحلة غير التأخير خلنا نقول إذا كانت مدة أخذ هدول الحبوب اللي على سنوات طويلة لا هي طالما أنه إذا كانت باستشارة الطبيب يعني الطبيب هو بيعطيها حب المانع الحمل الملائم لحالته بحيث أنه ما يصير فيه عنده تأثيرات جانبية يعني وأكيد الطبيب هو بدرايه بالتأثيرات الجانبية اللي ممكن تصير وممكن أنه هو أكيد عنده خبرة أنه كيف يعالجها فالحبوب المانع الحمل أنه ما لازم كتير فيه عنده مثل ما هي المفاهيم الخاطئة أنه أنا إذا أخذ مانع حمل أنه ما بقى جيبه لك هو تأثيره بس أنه بيصبت الإباضة بيعمل بيقل من ضمور بطانة الرحم فهذا كله طيب بتشيك عند الدكتور إذا كانت تحت خلنا نقول لأختي خيار أن هي تاخد حبوب منع حمل مفروض تشيك كل فترة أي يعني كل ستة شهور يعني أنا برأيي كل ستة شهور كل ستة شهور إما يبدلها أو ممكن أنه يستمر فيه بس هي كل ستة شهور يعني فيه سيدات بيأخذوه بعمر الخمسة وثلاثين وصيرها اثنين واربعين ويضلوا على نفس مانع الحمل هذا الشي كتير غلط لأنه بس صارت فوق الاربعين صار فيه مانع حمل آخر يعني نسبة لعمره تمام دكتور ساري سؤال أخيل اليوم كتير من الصبايا بتعاني من مشكلة تكيوس المبايد ونسمع كتير أنه هي ممكن تأثر على الصحة الإنجابية شو بلاقي بهذا الموضوع؟ هلأ بالنسبة لحالة المتلازمة البي سي او هي ممكن تقلل من فرص الحمل ولكن أنه مو شرط أنه يعني فيه كتير مرضى عندهم متلازمة بي سي او وبصير عندهم حمل بس هو ممكن أنه فرصة الحمل بتكون أقل مقارنة بالفتيات الأخريات وبالنهاية كمان أنه عند العلاج إذا تم العلاج هاي المتلازمة فأكيد رح تتحسن فرصة بالحمل فمن خلال يعني مثل ما قلت لك العلاج المحافظ هو أساسي بالمتلازمة بي سي او يعني ممكن ما تحتر تأخذ لها محبوب مانحة حمل ولا تحتر تأخذ أي شيء دوت عنه بس أنه من خلال تعديل نمط الحياة ممكن أنه تحسن يمكن تعديل نمط الغذائي الصحي البدني اليوم دائما نسمع من حضرتك وكتير من الأطباء النسائية أنه اليوم النشاط البدني جدا مهم ببعض المشكلات اللي بتعاني منها المرأة على الموبيد دكتورة خلينا نروحيك للنصائح عامة اليوم شو بتتوجه اللي الشباب والصبايا المقبلين على الزواج شو بتحب تقولي بموضوع تنظيم الأسرة وأهميته ونتائجه الإيجابية على الأرض هلأ أنه أنا بنصح كل شاب وصبيه قبل زواج أكيد يعني يراجعوا طبيب ويستشيروا طبيب قبل ثلاثة شهور عشان إذا فين فيه مشاكل أنه يقدروا يحلوها يعني وكمان أنه الطبيب أكيد رح يوفر لهم المعلومات الصحيحة حول تنظيم الأسرة ويناقشون أنه إذا هل هن جاهزين لهذه الخطوة ويتشاوروا معه بخطتهم الإنجابية المستقبلية هل هن جاهزين هلأ يكون في عندهم بيبي ولا بدهم يأجله فهي لازم تكون قبل ثلاثة شهور وإذا فيه أي مشكلة يعني مثلا إذا كان عندش شاب إذا بده تنظيم دورة شهرية وعنده أي مشكلة فهي لازم يكون مع الوقت طبعا أكيد نكسب وقت يعني دكتورة معنوات جدا هيك مهمية وبتفيد أكيد كل حدا مقبل على الزواج ما نشكر حضورك لليوم دكتورة سارة جنيات حضرتك ماجستير بالأمراض النسائية وجراحاتها أهلا سهلا فيك أهلا سهلا فيك ويتمنى أن يكونوا استفادوا لهم شكرا إليك دكتورة ولكل المعلومات اللي قدمتها ومشاهدين مكملين معكم ووصلنا لح تنعرف كيف حالة التقص معك يا رشا أكيد هاي دين تعودنا نحن على كل نهار سبت نروح عبر اتصال هاتفي للمتنبئ الجوي حسان الجردي لنعرف كيف هيكمل تقصنا بهذا الأسبوع ومثل ما قلنا بداية صباحنا بلشنا هيك نشار بنا سمات باردي من الأمس ونشاء الله هيك تكفي معنا بدنا نروح فورا لعند الأستاذ حسان سيد صباحك صباح الخير شكرا صباحك يا هلا وصباحك أستاذ حسان يريد تكتحطنا بالصورة العامة لحالة التقص خلال هذا الأسبوع شكرا معينيك صباح الخير نسيت لإليك لزميتك للأخبارية الشتورية أفريق الأعمال خلينا أول شيء نقل لكم كل عام ونتو بخير مع بداية فصل الصيف أتب خير هلأ نحن باليوم الثاني من فصل الصيف الانقلاب الصيفي كان نهار الخميس الماضي عشرين ستة بداية الانقلاب الصيفي يعني فلكيا ورسنيا هلأ نحن مستمرين بفصل الصيف وهيدا الجزء الأول والحمد لله بداية نوفق على فصل الصيف تغيرات على الحالة الجوية خلال هيدا الأسبوع بلش ما نفصل الصيف بأجواء معتدلة بداية هيدا الأسبوع عم تتحول منتصف الأسبوع إلى أجواء صيفية عادية نهاية عم تكون أجواء حارة هلأ بشكل عامل كتلة هوائية شبه المدارية الحارة التي أثرت على المنطقة خلال السفر الماضية وصلت إلى ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء شديدة الحرارة الحرارة بالمنطقة الشرقية خلال فترة الماضية اتجاوجت لـ 45 درجة وبالعاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية كانت من 42 إلى 44 درجة بينما كانت درجات الحرارة بالساخل السوري والمرتفعات الجبلية أقل ما يمكن لكن مع رقوبة كانت عالية جدا كان الإحساس والشعور بدرجات الحرارة أكبر مما هو بالواقع عم تتحول الأجواء مختلفة تماما خاصة نتيجة تأثير البلاد بمتداد المنطقة الموسمية في انتصف المتراثق وعيد في منطقة جوية في طبقات الجو العليا بشكل عام اليوم في انخفاض على درجات الحرارة حرارة رغم الانخفاض بالضلة أعلى من المعدل من 2 إلى 4 درجات مئوية بمعظم المناطق والمدن على امتداد الجغرافية السورية والجو حرارة نسليا وبينصبحه والغاية نسليا بشكل عام أجواء كدينية مغبرة بالملاطق الشرقية والجزيرة والبادية بالليل عم يكون الأجواء أكثر انتعاشا ولطافة نصف المناطق الجبلية والمتفعات العالية الانهار بكرة رح يكون انقصاد أكثر وضوحا ورح يكون درجات الحرارة قريبة من معدلاتها بمختلف المناطق والأجواء صيفية عادية بشكل عام إلى صيفية معتدلة ورح يكون الطابع الاعداد على الأجواء الانهار بكرة أفضل بكثير وخاصة بالملاطق الجبلية المناطق الشاخرية بعض المناطق الداخلية والأجواء بين الصحر والغاية ميجسيا بشكل عام مع فرصة لهذه الزخات خفيفة عشوائية الحدوث محلية من المطر بالمنطقة الساحلية أجزاء من المنطقة الوسطى والشتمالية ومرتفعات القلمة الهطولات تكون غزيرة بعض الأحيان مصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة بالمنطقة الساحلية بأجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية كما تبقى الأجواء الساديمية المبارة مستمرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فرصة الحطول بالضل مستمرة نهار الثنين ولكن بمنطقة الجزيرة وبالساحل السوري والحرارة يوم الثنين بالضلة قريبة من المعدل أو أعلى من المعدل بخليف كما تستمر الأجواء الصيفية المعتدلة والعادية حتى يوم الثنين الرياح بشكل عام عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات عم تتجاور بعض الأحيان 55 كم بالساعة والبحر خفيف لمتوصنة افتصاع لموضة درجة حرارة مياه البحر 26 درجة بشكل عام تستمر معنا هيدا الأجواء حتى يوم الثلاثة تكون أجواء صيفية عادية بعدين ترجع الحرارات ترتفع من الجديدة من الثلاثة وبتستمر معناها بالإرتفاع حتى نهاية هيدا الأسبوع حتى تصبح حرارات نهاية الأسبوع بإذن الله ستكون هيدا الأجواء حارة نستيا وحرارات من أربعة لست درجات مئوية أعلى من المعدل نعم أستاذ حسان الجردي نشكرك على كل المانومات التي ذكرتها حضرتك ومثل ما سمعنا هيدا سيكون في انخفاض اليوم أيضا واضح أكثر من مبارك على درجات الحرارة لحوالي أربع درجات سيشمل كل المناطق السورية ولكن نحن على موعد لارتفاع درجات الحرارة بنهاية الأسبوع إن شاء الله تكون بردا وسلاما على كل المناطق السورية وهلأ رح ننتقل لفقرة تانية ورح نحكي اليوم فيها عن الأيام اللي قطعت أيام الأعياد ونحن بنعرف أيام الأعياد هي فرصة للقاءات فرصة للزيارات فرصة للمعمول وأراصل العيد والأكلات الطيبة يا هادي اليوم في أشخاص كتير بيتبعوا نظام غذائي معين بأيام العيد أكيد بععدوا عن هذا النظام في أشخاص بيتبعوا حمية غذائية بسبب أمراض مزمنة بيعانوا منها أيضا خلال فترة الأعياد فيه كثير مننا أو من هذول الأشخاص باعدوا عن هذه الحمية بسبب الأكلات الدسمة بسبب الأكلات الحلويات بشكل عامي وهذا الشيء له تأثير جدا سلبي على الصحاء العامة أكيد رشق خلينا نخصص كمان أطفال كمان اليوم نتيجة العشوائية بأكل الحلويات والأكلات الجازة والطيبة عم يصير عندهم العديد من الأمراض الهضمية هذا عدد الأكل اللي بيكون ممكن يصير فاسد نديجة ارتفاع درجات الحرارة والصيف اليوم رح نعرف أكتر مشاهدينا شو هي الأمراض الهضمية خلال فصل الصيف وشو هي التغذية السليمة والنظام الغذائي السليم تفاصيل طبية مهمة مع ضيفتنا اللي صارت معنا دون الأستوديو اختصاصية التغذية صفاء أحمد صباح الخير سعد لي صباحك أهلا وسهلة فيك صباح خير صفاء كل عام وأنت بألف خير سعد لي صباحك وصباح كل شيء عم يشاهدنا من خلال أكلات طيبة وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله يعني هو ما بيخلل الأمر لكن لازم دائما يكون في عنا توازن هذا الشيء نحن بننصح فيه مرضانا متابعينا الناس بشكل عام طبعا أنا اليوم حابة أني أنا من خلال هاي الفقرة المهمة جدا بالنسبة للمشاهدين اللي هني ناطرينها بأحر من الصبر يعني أنه ياخدوا معلومات دقيقة معنا خصوصي بموجة الحر القائمة نعم فترة العطلة الصيفية اللي هني هني هلأ في حالات استجمام رحلات ممكن تكون على الساحل على البحر على الجبل بالإضافة للمسابح أكيد اليوم في تحذيرات جدا مهمة نحن اليوم عم نحكي عن فصل الصيف ونحن عم نشعر بارتفاع درجات حرارة كتير كبير هذا الشي عم يسبب أمراض للناس خلينا بداية نفصل معك بالحديث بست صفاء ونروح لأهم الأمراض اللي ممكن يعاني من الأشخاص خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة هلأ نحن ممكن نشوف كتير من الأمراض اللي بيتعرضوا للأشخاص فممكن تكون عنا أمراض جلدية أمراض هضمية أمراض تنفسية بالإضافة ل اللي كتير بيعانوا منه هي من الأمراض الهضمية هي عنا كلمة متلازمة مع كل الأشخاص هو التهاب الكولون أنا عندي الكولون متشنج هنا ما بيعرفوا أنه هو سوء سلوك في عمليات التصرف بالغزاء فمن الأمراض أيضا المزمنة اللي ممكن تصيب الأطفال ونحن عم نشاهدها خلال حياتنا اليومية هي في شي اسمه أذن السباح أو الأكزيما أو ممكن طفح جلدي ممكن يكون عنا رشح الأنفلونزا اللي هو منقول نحن بالصيف بيكون أشد منه في الشتاء لكن لازم نعرف نحن الطرق الوقائية والعلاجية لمثل هاي الأمراض حتى إذا كنا في نزهة في سيران نعرف شو نستحب معنا لتلافي مثل هاي الأمور أو هاي الأمراض اللي ممكن تصيب أطفالنا أو حتى الكبار بالعمر أيضا بالإضافة لا أنا دائما بركز على الغذاء اللي هو سبب الداء والدواء فمنقول من النظام الغذائي اللي دائما الإنسان لازم يكون على تواصل معه على تطبيقه بشكل صحيح وبشكل يومي يعني يصير معنا سلوك حياة سلوك حياة يومي هيك الإنسان ما بيشعر به إنه هو مجبر على الدايت أو إنه بيصير فيه عنده زيادة وزن فسلوكنا اليومي وعدم الإفراط في تناول الوجبات الدسمي وخصوصا بمثل هاي الأجواء هو اللي بيساعدنا على الحفاظ على ثبات الوزن يلي كتعب بنصح فيه مرضاي إنه مننتبه إنه نحن بفترة الأعياد لو أخذنا فري بده يكون ضمن المعقول وضمن المستطاع إنه نحن ما نتخطى الحد الأعلى من السعرات الحرارية اللي نحن لازمتنا خلال اليوم تمام اليوم يمكننا كل شخص بيحب أكلة معينة عنده أكلة مفضلة ولكن اليوم خلال فترات الحرية يمكن لازم نحن نبعد عن أكلات معينة وبنفس الوقت نحن نتناول شي في تصحتنا خبريني أكتر شو هو الممنوع وشو هو المسموح خلال فصل السف هلأ بالنسبة للمواد الغذائية اللي المفروض نحن نتناول خلال فترة الصيف هي اللي بتشعرنا ببرودة الجسم مثلا ممكن يكون عنا أو اللي منشعر أنه نحن عنا ارتفاع حرارة عالي المفروض نأخذ البطيخ الخس الخيار الألبان إذا كانت وجبة غذائية دسمة ما في مشكلة إذا أخذنا نحن منوزع بين وجبة الفطور ووجبة العشاء أنه تكون وجبة الفطور أي نوع من أنواع الفطور لكن بدون الخبز تمام وجبة العشاء ممكن تكون كوب لبن أو منشعن اللي عم يحضرنا خارج البلد أنه هو الزبادي يعني اللبن الياغورت تمام فهي ممكن تكون وجبة عشاء الليلية منه بتهدى الأعصاب وبنفس الوقت أنه بتعطينا برودة للجسم بالنسبة للسوائل أكتر أنواع الفواكه التي تشعرنا بالبرودة التوت الكراز وهذا هلأ موسمو بالإضافة للبطيخ إذا نجي للوجبات الدسمية التي المفروض تبتعد عنها هي المقالي الشوي ويقولوا أنه المفروض نحن ناخد مشوي لكن حتى تناول وجبة الغداء لازم يكون بفترات معينة هلأ أنا حاب أركز على شيء اسم الساعة البيولوجية للجسم لازم كل الناس تعرفها هي أنه الجسم مثل الآلة بكل ساعة من ساعات النهار عدو من أعضاء الجسم هو يتحرك فنحنا بهذه الفترة بدنا نعرف شو بدنا نعطي هذا العدو خلال النهار من مواد غزائية أو حتى أننا نوقف الوجبات الغزائية نهائيا وخصوصي بفترات الليل هذا اللي يتجأ للناس هلأ أنه يمتنعوا كل النهار ويأكلوا بفترات الليل فهن يمنعوا جسمهم من التخلص من السموم يلي بتتم بين الساعة 11 والساعة 5 صباحا فهون نحنا ننبه عليهم أنه لما نقوم نحنا في عنا تشنجات بالكولون الجهاز الهضمي بالفترة الصباحية ما بين الساعة 5 والساعة 6 لذلك توقيت الوجبات ضروري وأساسي في حدا بيقول أنه أنا ما بفتر ما بيعتمد وجبة واحدة أحيانا غلط هلأ هلأ غلط سلوكيا نحنا بنقول لهم لا تأكلوا لحتى تشعروا بالجوع لكن خلال هاي الفترة بدي يكون في سناكات منعتبر أو وجبات تكميلية اللي هي وجبات خفيفة أو المفروض نحنا بالحر الشديد نتبع نظام اللقيمات اللي هو أنه ما منشعر بالإشباع بشكل كبير ما منشعر بالتخمة نقطة مهمة جدا أنه لازم ندخل السلطات الأكلات الباردة اللي نحنا منشجع عليها دائما اللي هي السلطات الخضار الفواكه هاي الأكلات ممكن أنه تعودنا نحنا عن الأكلات الدسمة والوجبات الجاهزة المفروض أنه أي نوع من أنواع الأكلات الطيبة الشبسات الملونات بالنسبة للأطفال أنه نحنا نبعدهم عننا ونوجههم باتجاه العصائر الطبيعية بالإضافة للوجبات الغذائية المفيدة لإلون خلال النهار حتى ما يصير في عنا مثل ما نشوف أنه دكاترة الأطفال عندهم يعني مراجعات شديدة لكن برجع بقول الأم هي طبيب طفلة المفروض أنه تقوم بوضع نظام غذائي خاص مو من شان الدايت لكن من أجل المحافظة على طفلة بشكل سليم هناك خطوات مهمة جدا لازم نحنا نحكيها اللي هي أنه أنا أول ما فيه من النوم بالفترة الصباحية ولازم تقوم بالفترات الأولى الصباحية لازم نتناول كوب الماء الدافئ مع عصرة ليمونة ممكن ناخد الديتوكس المرافق لألنا خلال النهار لازم نعرف قديش احتياجات جسمنا من الماء فيه ناس بتقولك أنا بشرب خمسة لتر طب أنا هل احتياجي خمسة لتر هون نحنا بدنا ننتبه أنه هاي فيه خطورة على الجسم شو معيار اليوم بالنسبة منشان يستفاد الكل مننا طبعا كل شخص يعرف قديش وزنه يضربه ب30 تمام فبيطلع معنا نحنا عدد اللترات اللي لازمة باليوم برجع بكرر العمر ضرب 30 عمرك ضرب وزنك فبيطلع معنا نحنا عدد اللترات اللي المفروض نحنا ناخدها هاي منشان كل شخص يعرف قديش هو احتياجه للماء خلال اليوم لنخفف حرارة الجو للماء خلي ثقافة الماء بإيدنا اللي هي النينة الماء بشكل دائم حتى ما ننساها ممكن حدا بيقولك ما عندي رغبة كتير خلينا نوضع فيها شيء يشعرنا بالانتعاش يشعرنا بالبرودة اللي هو ممكن يكون طرنشات الليمون النعنا الخيار هذا كله بيشجع على أنه نشرب السوائل بكميات كتير كبيرة سالصفاء اليوم نحن تحكي معلومات عامة ولكن في نقطة ذكرت أنه الجسم ساعة بالنهاي وبكل ساعة في عضو الجسم يتحرك مفروض نعطي حقه ولكن لدينا جزء كبير أو النسبة الأكبر من الأشخاص هنون وظائف أصحاب عمال يطلعوا من بكير بيجو وآخر نهار ممكن يأكل وجبات سريعة ما عندهم أو هنون غير قادرين أصلا يلتزموا بهذا النظام الغذائي شو هي الخطوات لهذه الأشخاص اللي نحن قادرين أنه ولو بنسبة كتير بسيطة عود هذا الجسم المتعب نحن طبيعة العمل لا يتحكم فينا بوجباتنا لكن ممكن يصير في عمليات استبدال يعني وجبة اللي يطلع بكير من الساعة الستة أو سبعة صباحا خارج منزل المفروض يكون أنا حكيت أنه فيه توقيت خاص للوجبات ما بين الستة والتسعة الوجبة الفطور لازم ياخدوها الأشخاص اللي بيتأخر نحنا ما أخذناها اليوم هيا من الأقطاع اللي بتسبب حالات إمساك عند الأشخاص بيعانوا منه فيه ناس بتنام في ست ساعات إذا أنا طبيعة عملي ما تسمح لي أني أنا أكل وجبة أساسية في عنا بدائل ممكن يكون عنا سناكات اللي هي بتمدنا بالفيتامينات ممكن تكون سناكات اللوز الجوز إذا قلنا أنه نغاليين وباهظين السمان رح نقول نحنا ممكن يصير في عندي ثقافة البوكس تمام ونوضع فيها فواكه معينة ونستحب أو حتى بالمكتب اللي نحنا موجودين فيه ما نعود بالمواد السكرية والأكلات الشكولة والسريعة نعود بالبسكوتي الصباح والساموني الصباح وكلها هاي نقطة كثير الغلاط اللي هي إنه نحنا لما منبدأ نهارنا مع فنجان القهوة بقطعة بتيفور أو قطعة حلويات أو سكريات صناعية هون نحنا عم نرجع سكر الدم عم يصير في عنا تعب وإرهاق خلال النهار هاي الشيء اللي عم يخلي الإفراط في زيادات الوزن عند الأشخاص لذلك منقول خلينا نبدأ نهارنا بتفاحة ممكن ثلاث حبات تمر ممكن يكون مثلا من الأنواع اللي موجودة أو متوفرة عنا بالمنزل تمام سبسفا ببداية حديثنا مع حضرتك ذكرتين عن مرضى الكولون العصبي لشنون اليوم بيحاجة لنظام غذائي وممكن تأثروا كتير بالأكل طيب بالنسبة للي لعندهم أمراض مزمنة بشكل عام إن كان ضغط سكري قلب خلينا نوضح اليوم كيف ممكن ينتبهوا على صحتهم أكتر يبعدوا عن المشاكل الهضبية شو النظام الغذائي اللي لازم يتبعو خلال الصيف كتير حلو هلأ خلال هاي الموجة اللي نحنا موجودين فيها أول شي المفروض يهتموا ببرودة جسمهم يلبسوا ملابس خفيفة بالإضافة لأنهم يتواجدوا بمكان بعيد عن أشعة الشمس حتى ما يسيبون إرهاق لأنهم بيضلوا بحالة فمول كل فترة النهار خصوص اللي عندهم مرض السكر أو ارتفاع بضغط الدم فلذلك المفروض الترطيب بشكل دائم إنهم يلبسوا ملابس خفيفة قطنية ما يطلعوا بعد الساعة عشرة خارج المنزل عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر المفروض إذا نحنا اضطرنا حسب طبيعة عملنا المفروض نستخدم قبعات نضارات شمسية شمسية حتى نحنا نتلافى أشعة الشمس وما نتعرض لها بشكل مباشر بالنسبة للغذاء لأي شخص سواء كانت أمراض مزمنة أو غير مزمنة أول شيء المفروض هو يظل نتابع مع الطبيب المختص اللي هو يمتابع عنده ضمن التعليمات يأخذ الأدوية بشكل صحيح وبمواعيدها المفروض أنه نحنا إن فيء بالفترات الصباحية نعمل نصف ساعة رياضة حصريا هاي نصف ساعة رياضة اللي كتير يعانوا مننا الناس أنه نحنا ما فينا لكن قبل الساعة سبعة أو ستة المفروض يكونوا هنين راجعين من درس الرياضة الصباحي هاي نصف ساعة بتساعدهم على النشاط بكامل اليوم بالنسبة للغذاء حسب كل حالة مرضية ونوع المرض اللي هنين بيعانوا منه فالمفروض يكون فيه تحديد لنوعية الغذاء المناسبة الخاصة فيهم أكتر شيء نحنا منقول إذا شعر الشخص بارتفاع ضغط الدم فأبسط تعامل في ناس بتتجه للسكريات بمبونة مي وسكر طبعا هاي من الأخطاء اللي بيرتكبوها لأنه نحنا إذا نخفض عنا السكري أصعب من ارتفاعه كمان فبنا نعرف كيف نعالجه هي عملية تهدئته ووضعه بغرفة مظلمة يشعر بالهدوء ببرودة الأطفال أهم نقطة أنه نحنا بهاي الساعات وكتير عم يسمعوني وقالوا ليها أنه نحنا كل خمس دعايق منفوت تحت الدش فلازم نعمل دش خفيف بماء دافئ نبتعد عن المي المثلجة وعن المثلجات والبوزة لأنه باعتقاده أنه هي بتبرد القلب هي طيبة أكيد لا غنى عنها لكن المي المثلجة أو الباردة جدا مؤزية وما بتشعرك بالشبع أبدا تظل أنت محتاجة لما أكثر يعني ما بتبرد القلبنا مثل ما بيقولوا بالعامية فلذلك المفروض نحنا نهتم بكمية السوائل أعطاء النصائح هامة للغذاء الهام بالنسبة للأمراض المزمنة أنا ما فيني أحكي شو هي الأغذية لأنه كل المرض يجب له غذاء خاص فيه فهذا جباري كل طبيب يكون عاطي لمريضه المفروض يكون عاطي لمريضه نظام غذائي الأغذية الممنوعة والأغذية المسموحة لكن أنا كأخصائية تغذية بقول الإنسان يجب أن لا يمتنع عن أي شيء بالحياة وخصوصي بمواسمه لكن دائما نأكل بحصص كم حصة مخصصت لنا من الفواكه من اللحوم من المواد البروتينية نلبقوا لياس بشكل يومي هيك نحن ما نكون أخذنا حاجتنا ونقوم بالرياضة اليومية مع النظام الغذائي الآن السبايا بالكنترول مصرين على موضوع حلو أنه بدنيا أكله حلو لا يوجد مشكلة لأنا سأحكي لنصيحة وصحتين وهنا وكل ياتنا أكلنا حلويات من شان اللحنا زرنا عندهم ما ينقضون لكن باكل بكميات محدودة بالإضافة لأنه بفكروا أنه إذا أكلنا قطعت حلويات وشربنا وراها وماي نحن راحت راحت نعود مرة ثاني بطع ثاني صبعا نحن دخلنا سعرات حرارية عالية على الجسم هون ضرتنا أكثر زادت نسبة الدهون بالجسم إذا نحن ما قمنا بالرياضة وحرق هذه السعرات اللي دخلت لجسمنا مناخد فيه سلوك منقل لنحن إذا كانوا ضمن نظام أو حمية غزائية وإجت فترة العيد شو بدنا نساوي دكتورة بالعيد فمنقل لنحن نتعود سلوك حياة حتى لما تتركوا أخصائي التغذية لتحافظوا على وزنكم نحن كنا يومين فري وحسينا حالنا أنه نحن كثيرا خبصنا بالأكل أو تخطينا الحدود فأنا بعمل عقوبة لنفسي 3 أو 4 أيام في عملية تنظيف الجهاز الهضمي تنظيف الجهاز الهضمي اللي إلنا هو هو سببه اللي بيقولوا التشنج الكولون أو التهاب الكولون أو عندي إمساك شديد لازم في بالفترة الصباحية بين الساعة 5 و 6 نتناول وجبة الفطور الأساسية اللي لازم نحن ناخدها بالنسبة لجماعة أو للناس اللي عندها أمراض مزمنة لازم يكون تناول وجبة الفطور قبل الساعة 6 ونص أساسي هاي بالنسبة للحيميات منكمل أنه لازم يعملوا عقوبة وكل بيعرف كيف هي العقوبة ممكن نحن نطفى بالمي والتفاح بالإضافة للسوائل هاي ما بمتنع عنها أبدا الماء يعني نحن نقول لهم مخصص باليوم للشخص كيلو ونص تفاح فيه ناس بتستكتره فيه ناس بتجوع لكن هاي ممنوع يعكل أي شيء تانيب التفاح ممنوع يعكلوا أي شيء آخر ويتصير عملية تنضيش الأيد والاستقلاب عنها بشكل صحيح عند كل مريض أكيد بالختام سيد صفاء شكراً إليك ولوجودك الحلو معنا لليوم ولكل النصائح يلي قدمتيا إن شاء الله كل حدثة ما أنا يكون استفاد من حضرتك يعني إن شاء الله أنا دائماً بتمنى أني هيك بحسة فترة بسيطة جداً عن كم هائل من المعلومات اللي لازم الناس تكون عندهم ثقافة ثقافة حياة يتعودوا عليها بشكل دائم حتى نحافظ على صحتنا وجهازنا الهضمي وأجسادنا وجماليتنا كمان لأنه جمال للشخص بشكله الخارجي وشكله الداخلي أكيد سيد صفاء هي هيك خطوات صغيرة مثل ما نقول منرجع نتعود على أسلوب حياة صحي يعني مثل ما نتعود على أشيء الخطأ شكراً لحضرتك اليوم وأبدأ أرجع عيدك خليلي يا أهلا سهلا بحضرتك وأنتو بخير وكذلك عمي تاهدنا بألف خير يا رب أهلا وسهلا فيك أما نحن هايدي نكملين بفقراتنا لليوم وقبل ما نروح لنستقبل آخر ضيوف صباحنا اليوم خلونا نروح لتقرير لدير الزور ضمن تظاهرة فرح الطفولة قدمت مديرية الثقافة بدير الزور بالتعاون مع فرقة زورة المسرحية عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان أرض الأحلام العمل يتحدث عن التعاون والمحبة ويكرس القيم النبيلة في نخوص الأطفال سنكون بتفاصيل أوفع ضمن التقرير التالي ضمن تظاهرة فرح الطفولة قدمت مديرية ثقافة بدير الزور بالتعاون مع فرقة الزور المسرحية عرضاً مسرحياً للأطفال بعنوان عرض الأحلام ضمن خطة مدير الثقافة ووزارة الثقافة الاحتفال بفرح الطفولة المبارك مديرية الثقافة فرقة الزورة المسارع قدمت هذا اليوم على مدى ثلاثة أيام الماضية مسرحية أرض الأحلام المسرحية موجهة إلى الأطفال وهي مسرحية تربوية هادفة تحمل كثير من الحكم وتشير إلى التعاون واستعمال الذكاء والحكمة في التعامل مع المكائد والأعداء العمل يتحدث عن التعاون والمحبة ويكرس القيم النبيلة في نفوس الأطفال لأن الأعياد لم تعد كما كانت سابقا فنحن كفرقة مسرحية نحاول دائما في كل عيد أن نصنع من مسرحنا عيدا لنزرع ابتسامة في قلوب الأطفال هذا دور الذي خلقنا من أجله ونحن نحاول دائما يكفينا شرف المحاولة في ظل هذه الظروف التي تمر بها مدينتنا على وجه الخصوص العمل يتحدث عن قيمة الوطن وحب الوطن التي نحاول دائما أن نزرعها في ذهن الأطفال خصية لتأدي دور اللي ريدي هاجر بسبيل أن نضحك الطفل ونخليه يفرع بهاي الأيام الفضيلة من العيد دوري تعان أنه أحتي القصة دوري هو الباكي يعني حلوة أن الشغلة نزرع البس مع قلوب الأطفال مضامين تربوية وترفيهية حملها العمل الذي شهد حضورا كثيفا طوال أيام عيد العضحى المبارك فرح يمضل الأخبارية السورية دير الزور رشا موضوعنا القانوني منسمع عنه كثير بالفترة الأخيرة إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو على أرض الواقع الطلاق بأنواعه العديدة اليوم رح نحكي عن الطلاق التعسفي منسمع عنه أنه طلاق الزوج للزوجة بدون أي مبررات بدون أي سبب منطقي دائما يمكن الأثر النفسية عم تكون مو بس للزوجين إذا كانوا في أطفال هنو الخاسر الأكبر دائما هنو خلانا نقول الحلقة الأضعف بكل مشاكل الزوجين وبيكون التأثير جدا سلبي وخاصة إذا كانوا الطرفين عم يتصرفوا بدافع ردات الفعل أو الأنانية الداخلية فالطفل هو خلانا نقول الحلقة الأضعف في هاي القصة اليوم ضمن صباحنا رح نحكي عن الطلاق التعسفي نحن قادرين ميزوا عن باقي أنواع الطلاق واليوم شو حقوق المرأة ضمن هاي الحالة معلومات جدا مهمة قانونية حيخبرنا عن نظيفنا لليوم هو الأستاذ أحمد السيطري بدي لك سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك سعد صباح خير سعد صباح خير أستاذ صباح خير صباح خير سعد صباح أهلا وسهلا فيك يعني موضوع صحيح تقيل شوية على الصباح ولكن للأسف موجود بشكل كتير كبير الطلاق التعسفي كيف عرفوا اليوم القانون السوري الطلاق التعسفي هو لما يقوم الزوج بتطليق زوجته دون أي سبب بإرادته المفردة دون أي سبب مشروع أو قانوني ودون أن يكون للزوجة أي دور بقاع هذا الطلاق يعني تكون بشحف بحق الزوجة في الحالة هاي الآضي شو قرر قرر أنه يعطي للزوجة تعويض عن هذا الطلاق نفقة لا تزين عن ثلاث سنوات بالإضافة لنفقة العدلة يعني هذا يكون كتعويض للزوجة بسبب اجحاف الزوج بالقيام بتطليق زوجته بالإضافة لهذا الشي يعني منرجع آضي بيبحث أنه بالنسبة للزوج فيه مبرر فيه شي حتى استدعيت أنه أنت يتوصل لأنه بتطليق زوجتها أكيد ما بدي يكون فيه شي هذا سبب الطلاق التعسفي بلتزمه حتى لو ما فيه مبرر لهذا النوع من حالات الطلاق القاضي غير يعني هو غير قادر أنه يلزم الطرفين يعني أنه يبعدوا عن هذه لأسة ولكن يروح للموضوع النفقة والالتزامات المادية النفقة لا تزيد عن ثلاث سنوات بالإضافة لنفقة العدلة والمهر كامل المهر المعجل والمؤجل بس دائما نحن نشكر السادة القضاء دائما بيسعو بأي نوع من أنواع الطلاق بيسعو أنه يوفقه بين الزوج والزوجة طيب استاذ خلينا نروح للمحالات شو هي الحالات اللي بيكون هذا الطلاق يعني حقق شروطه بالقانون السوري أول شي بيكون بإيرادة منفردة للزوج الزوجة لم دون أي رضا بالنسبة لها دون أي مسوغ شرعي أو قانوني مجرد أنه خلاص درمي الطلاق أنه ما في عنده أي مبرر والزوجة لا يكون معها أي سبب أو بسببها تم هذا الطلاق طيب استاذ أحمد اليوم هل ميز القانون السوري الطلاق التعسفي عن باقي أنواع الطلاق لنوضح بالنسبة لطلاق التعسفي واضحة مثل ما حكينا مثل ما تفضلت بالمقدمة أنه دون أي سبب بسبب الزوجة وإيرادتها المفردة الزوجة لا يوجد أي ضلع بهالموضوع بالنسبة لطلاق على المادة 2017 طبعا اجت كمساعدة للزوجة واجت مع الزوجة بالتعديل الذي تم مثلا التعويض بالنسبة لدعوة التفريق مثلا الإشراق والضرار هذه ما فيها تعويض بالنسبة للمخالعة ما فيها تعويض تمام أما بالنسبة لطلاق التعسفي فيها تعويض يعني دعوة تفريق الإشراق والضرار شو مضمونة مضمونة بصير مجلس عائلي نحن عم نختصر لأنه بصير في أول شيء تبليغ بعدين اختار بسجل الدعوة فيما بعد بصير مجلس عائلي الآضي بحد ذاته يكون مشكورين سالة القضاء بيكون مجلس العائلي بيكون موجود الزوج والزوجة بيحاول لأصلاحهم لما بيضم رافع الدعوة بصمم أنه لا أنا بدي خلص استمر بالدعوة بيعين حكمين الحكمين هون دورهم أنه يرجعوا الوفاق للزوج والزوجة بيصحوا بكافة وسائل أنه يحاولون أنه يصحوا بيناتهم بيشوفوا الشهور يحاولون أنه يتقربوا من أقرباءهم للزوج والزوجة مين بيمنع عليهم لحتى يوفقوا بيناتهم بها الحالة هاي خلص طالما تمام صممين ما صار فيه وفاق بالنسبة للحكمين عجزوا أنه يوفقوا بيناتهم بيطلع بيعطوا سالم وتقريرهم مخالعبتهم بإرياضة الفريقان رضاء الطرفين رضاء الطرفين بيرضاءهم بيجتمعون لقاء بدل خلاء بيتفوا مع بعضهم وبين هو أما بنسبة للتعويد للطلاق التعصفي بحث ذاته هذا صار فيه تعويض بس في نقطة بحب أبحث فيها أنه مع كل أسف المجتمع لغمها اللقاءات اللعما تصير ولغمها الإرشادات اللعما تصير في شيء عم يحكو فيه أنه طبعا بالمجتمع وتتريس وتستوعب فيه نقطة هامة كتير اللي هي أنه وطلع تطلب الزوجة التفريق عريق الزوجة يقولها أنت طعم أنت طلبت التفريق معناها ما بيطلع لك لا متأديم ولا متأخير هيك المجتمعنا مع كل أسف أنه ما مستوب على الفكرة هي أنه الزوجة إذا طلبت فيه مبررات فيه أسباب فيه حكمين هم اللي عم يقرروا بياما زوجة رفع الدعوة حتى مثلا تفريق للشقاق والضرار عم تاخد كامل حقها هم برجح للحكمة بيشوفوا شو مثلا متأديم متأخر كامل متأديم جزء من المتأدي جزء من المتأخر هاي القاعدة العامة بالمجتمع مع كل أسف أنه باعتقادها بيقول لي خلاص لما أنت بديك تطلب مع أنت لازم تتنازلي بتقول له أوك دون علم بالقانون شغلة ثانية مثلا الأطفال كمان هون الأطفال يقول لي إذا بديك تطلقي تبريني من كل شي هاي النقطة التانية بيقول لي بتتنازل عن الحضانة الأطفال هاي الحضانة الأطفال أنت مو من حقك أنك تلزمها بالتنازل عنهم لقاء أنه هي بديك تطلقي وتلبيلها رغبتها بالطلاق هاي النقطة كمان هم كتير لأنه لحد يراجعونا ناس أنه أخي هي طالبة الطلاق أستاذ لو سمحت معنات تبريني من كل شي ونحن بنعارض به الشي ونحن نقول لي لا مو من حقك أنت تلزم به الشي وهذا قررها القضاء إذا بدأت تطلق مو من حقك أنه تلزم تبرين تبرين المتأخر وخصوص إذا كان في أطفال بدأت تنازل عن الحضاني أنا هذا شرطي لحتى أرض لا هذا ليس من حقك لأن الحضاني معروفة لـ 15 سنة الموضوع الرأي الأخير للقضاء القضاء بالضبط ليس لزوجة اليوم تلزمة تبقى مع زوجها مبدايا بالضبط هو نعم لأي فرصة للجهل بالقانون والمزوج ممكن يكون لدي أعلم به الموضوع أنه ليس من حقه أنه تنازل ولكن هو يجب لأي فرصة بسبب الجهل أنه ينصح فيها أنه لا يحق أنه يلزمة تنازل عن الحضاني حوال 15 سنة في مباعد يصير فيها خيار للأطفال هذه النقطة أهم أنه ممكن نبحث فيها أو ننصح لأستاذ المشاهدين أنه هذا غلط غلط اليوم المرأة أستاذ أحمد تتعرض لإهانة روحاني تشعر فيها المرأة يعني بجوز هي تعرف اليوم أنه أنا حقي ولكن لا أريد شيء هذا موضوع ثاني الزوط براؤ هذا كمان عم سير أنه الناس يجونا أنا أدني 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 بالأخير تتراجع أو من البط تأخير تقول أنا أدني أخلص منه حياتي معه سيئة ما في حياة زوجية ما في لعم صرف وبظل فاية طالع بينهور بظل سهر برات البيت الأطفال ما عم يعطيهم حقهم قدام المجتمع بيوبخ فيها المجتمع يعني مع كل أسف أنه يعني يعني يشوف المظاهر هاي كل مهلا الزوجة شو ما يصير فيها تتأثر لعم صرف وما في اهتمام منزلي بظل خارج المنزل بدائر على أبو المتهل على حال شعره دون اهتمام لحياة شو لازم الحياة الزوجية إلى قدسية إلى احترام لازم يكون الطرفين الزوج و الزوجة عم يبادلوا نفس الشعور الزوجة تقدر زوجة شو عم يقدم و عم يشتغل طبعا نحنا عم نحكي بشكل عام بشكل عام كمان ثقافة مجتمع شرقي بالضبط بالضبط هذا الشي ما بصي مع كل أسف كمالا حالات الطلاعة متزيد يعني هذا الشي يتأثر بالآخي وين عم ينصب على الأطفال برابو عم ينصب على الأطفال من دراستهم من ثقافتهم من اجتماعيتهم من وضعهم حالتهم النفسية بالحارة بالمدرسة كل هذا عم يتأثر فيه الطفل عم ينعكس الشي على الطفل صحيح يعني ذكرت تفاصيل يومية وحياتية عم يمرو فيه كثير من الأشخاص خلينا نحكي اليوم صار في شي أي تعديلات على حقوق الزوجة في حال طلقها زوجة طلاق تعسفي بالضبط صار في تعديلات 2019 المقادمية و17 مثلا الزوجة كان مهرة 500 ألف مثلا أو 100 ألف متعدم و50 ألف متأخر أو 100 ألف متأخر هون إجا القانون أنصف الزوجة هو القانون في شكل عم أدم أدمنا أدمنا بضد الزوجة إلى كليانة إلى احترامها وشو المقادم بضل أليل للزوجة لقاء ما عم تأدمه للأسرة يعني الزوج عم يطلع على شغله الاهتمام للأطفال معظم النسبة كنسبة كبرة عم تضل للأم مقاتلة على كل الجرحات وخصوص إذا كانت الموظفة عم تشتغل وتأدم وساعل والزوج بستهتار هذا الشيء التعديل اللي صار أنه تعويض الطلاق التعسفي إجاء مليح بشغلة تانية متأدم والمتأخر عم يصير أنه بأمثاله قديش متأدم والمتأخر 50 ب50 المحكمة هلا ما عم ترضى أنه مو برأيي المحكمة بينان على الطلب الزوجة بتتعدل المهر التعديل المهر صار لا بأس فيه يعني تأريدها فينا القول مهضوم يعني صار على الوضع الراهن أنه عم تصير تعديل يعني تعديل بالملايين عم تصير طبعا حسب حالته ووضع الاجتماعي وحسب حالة وضع الاجتماعي هو يمكن 그 نظر ربما أنه طلاء التعسفي هو نفسه الطلاق الإداري يعني في ناس أن تتميز بين طلاء التعسفي و طلاء الإداري وهو بحيث ب Storage موزف مخطص أو تبليغ أو إخطار أو إذا كانت بلغت الزوجة أو الزوجة في الأول مرة يصير بإحضار عم يعطوا شهر للمصالحة وحتى صار فيهننا يعني جمعيات مثل المؤسسات أنه لتلقى الوفاق بين الزوج والزوجة يعني هون كمان عمليسوا الله يزيون الخير أنه يوفقوا أنه بلك يتراجع الزوجة أو الزوجة إذا كان كمان هي كانت رافعة الدعوة بلك عسروا لعله أنه يتراجعوا وعم يحاولوا أنه يوفقوا بيناتهم أنه يبزوا جهد مليح الله يزيون الخير طيب اليوم أستاذ أحمد خلان نضوي على نقطة جدا مهمة وهي محور أي أثار كان إيجابي أو سلبي بحياة العيلة وهم الأطفال في حال الطلاق التعسفي شو مصير الأطفال إذا كانوا في سن الحضاني أو لا بالنسبة لموضوع الأطفال السن الحضاني طلاق التعسفي هذا موضوع خاص احكينا فيه أنه بيطلع للزوجة نفقة زيارا ثلاث سنوات المهر يتعدل وفق إيمان رائجي حاليا تعرفوا ما كانت من قبل الشرون الآن بالنسبة للقيمة المالية وبالنسبة للأطفال إذا لم يكنوا في سن الحضاني إذا لم يكنوا في سن الحضاني هون في أول 15 سنة سيكونوا خيار لأطفال أما الزوج مثل ما حكينا أنه عم يستغل الفرصة ليدغط على زوجته للتبريل أحيانا المرأة بتكون تروح لردة فعل جدا سلبي لأنه أنا ما بدي لأولاد أنا بديت نازل عن أولاد كرمال يعني هي مو كرمال لأنه ما بتحب أولاده ولكن هي ردة تفاعل تجاهه يعني أنه تحملوا مسؤوليته كمان إنه الزوجة عم يدمنوا أخذين وتعم تضل مرتبطة مع الأطفال شو عم يخليها مرتبطة مع الأطفال عاطفة أمومتها عاطفة يعني الأمومة تبعها هون الزوج يعني ما عم يقدرها الشيء هذا كليته الزوجة راح مستقبلها ضمنا راح مستقبلها بشكل عام إنه عم تهتم بها الأطفال بيجي مثلا اطلقت إذا حدا بدأت جوازه والله يمهتم بأطفاله أما نحن يعني أنا نشان ما الناس تفهم غلط نحن ما عم نأسي قلب الأم على أطفاله أطفال إلهم حميين بحنن قلب الزوج على الأطفال بالضبط الزائية يعني ممكن نكون وسيلة ضغط إنه تنازل عنه على الحضانتون قل له أنا ملي مسؤولي ملي ملي ملزمي لا سيما إنه معلش غيرنا نكون واقعيين إنه نفأ العم ترتب على الزوج للأطفال شو عم تكفي؟ بالضبط عليها تخليها تكون وسيلة ضغط على الزوج أنا بديت نازل على الأطفال أطفال ميودة يربيهم أكتر من أمهم ما فيه وأحسن من أمهم ما فيه وقد نظر أنه الأب نعم إلو دور عم يقدم واجبه بس كل الفترة العظمة عم تضل مع الأطفال مع الأم هم بدين ينعكس هذا الشي هذا بشكل سلبي عليهم بس طبعا إحنا عم نحكي إنه بشكل عام إنه لما الأب يكون أبي معنى الكلمة مو أب أناني تحمل مسؤولية بشكل كامل مو بشكل إنه يكون أنالي ما بهمه غير مصلحته ما بهمه الأطفال لأن الشي هذا بدين نعكس عليه وأطفاله سمعته شو اسمه أولاد فلان ما بهمه أولاد فلانة بهيك مواقف لما يكون فيه الأطفال ينشؤوا بتربية غير سليمة هذا بدين نعكس على الأب الأب لازم يكون واعي لازم يكون حكيم طلاء غير طلاء لازم يتضل بحطة بعين الاعتبار أنه مصلحة الأطفال تمام بالختام المحامي أحمد السيطري بدنا نشكرك كتير لكل المعلومات القانونية التي قدمتها في مساحتنا الصباحية لليوم أهلا وسهلا بك شكرا أستاذ لحضورك اليوم وإن شاء الله بالتوفيق والصالح للناس إن شاء الله أهلا وسهلا شكرا أستاذ وصلنا لنهاية صباحنا اليوم شكرا لك يا أهيدي أكيد وأبدي أتشكر كل الكادر الفني الذي رفعنا بالكونترول لليوم لأونا بكرة بنفس الموعد ومن هلأ إلى وقت نكونوا بألف خير إن شاء الله هذا النهار يكون حلو عليكم وهيك تقضوا مع كل الأشخاص التي تحبون بحياتكم دائما أقولوا يا رب باي باي أكيد وضل كمان تشكر المشاهدين على المتابعة ونذكركم موعدنا بجدد معكم بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف جدد وفقرات جديدة بقي تنهار حلوء لكم مشاهدينا ومن هلأ إلى بكرة تبقوا بألف خير باي باي